عن HBBD أو Personal and Professional Development فتغريباً أنا ما عرف هل مريته على كل الأجزاء تغريباً كان دكتور سليمان يشتغل معكم EBM وإحتمال أعطاكم حاجة عن حاجة يسمى الBEB اللي هو نظر تراك طبعاً يا جماعة أنتو عندكم المين التدريس الأساسي سروة الBEBL ده اللي بيدرسين يا جماعة المعلومات Scientific Informations ودي حيكون على هالامتحانات بصورة منتظمة ودي حيكون على هالكورس اللي بتدرسوه لكن الBEBL حتدرسوه في شكل موديولز مدة ثلاثة شهور اثناشر اسبوع وبينتهي بعدك بتنتغلوا لكورس تاني أما الفرق في التراك لايك البيبي دي والبيبي فيما على مدارس عام فحتدرسوه في العام ده وفي العام المقبل وإن شاء الله لما تتخرجوا فإذن الPersonal and Professional Development أو اختصار البيبي دي هي عبارة عن Longitudinal Track إذن يا ما هو تراك مسار يدرس على مدار العام حتى يا ما حتلاحظوا أنه في فروقات التدريس فيه يعني ما محاضرات سينتيفك زي ما بتدرسوه في البيبي إيل من معلومات في الانوتومي في التشريح أو في البايو كيمستري أو في البالسولوجي أو الواتفرس إذن يا ما حنشرح لكم في المحاضرة دي المغزة المطلوب من البيبي دي تراك طيب البيبي دي تراك هو مقسم أو الكوردينيتر المنصغين تو فيز فيز ون اللي هو بديشمل السنة الثانية والثالثة وفيه فيز تو وفيز سري فيز تو هم رابعة وخامسة وفيز سري هو شنو السنة السادسة فالمنصق اللي فيز تو فيز سري هي دكتور إيمان محمد شرف وهي أستاذ مساعد بتاع براسايتولوجي علم الطفليات يعني بتتبع لدي اسم المايكرو لا ننسى جماعة أنه دكتور مصطفى إزددين هو جماعة من ما بد الترك البيبي دي ترك هو كان الكوردينيتر على طول العشرة والتسعة سنوات السابعة وغادرنا العام السابق إلى موطنه فحتى المحاضرة دي كان عنده فيها كان بود كبير ودكتور إيمان شرف برضو بالإضافة إذن البيبي دي ترك هو يماعة اللايك ماذا المسار بتاع البيبي إيل هو يماعة مسار على مدار العام وطريقة التدريس فيه مختلفة غليلا وحتى المعلومات والأشياء المطلوبة منكم طيب ماذا يعني البيبي دي كان الدكتور مصطفى ربما يجزيه خير كان بحس عن المعنى اللي قيانه أقرب معنى للبيبي دي في اللغة العربية يعني الإتغان والإخلاص والصدق المراغبة والصنع الجميل والتصرف الحميد يماعة كل معاني جميلة كل معاني جميلة بما يخص البيبي دي طيب وكما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنوا فإذن الإتقان بتاع العمل هو يماعة مربوط ارتباط لسيق بالمسار بتاع البيبي دي طيب وكما قال الله سبحانه وتعالى في صورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في جميع نحن لما نتقن فالشخص لما نتقن عمله فما جزاء الإتقان إلا الإحسان في جميع جميع البيبي دي بتحدث عن إتقان العمل وتجويده إتقان العمل وتجويده طيب طيب هذا جماعة الـ Good Medical Practice بيكون سروا الـ BPL زي ما قلنا جماعة في الـ BPL You will receive scientific information So you will be doctor A scientist or scholar زي ما من المعلومات والمaterial اللي بتاخدوها في الـ BPL دي بتأهلكم إنهم تكونوا scientist أو scholar طيب فيتراك اسمه ECE وده جماعة بيهتم بالـ Practice إذن في الـ ECE جماعة انتو بتعملوا بـ Practicing لـ Many Skills So سروا الـ ECE You will become doctor as Practitioner So بتعرفوا جماعة كيف تعملوا examinations كيف تاخدوا history كيف تتواصلوا مع المرضى and so أما الـ BPL جماعة ترىكت سروا this You will be doctor as professional إذن ما هو بيهتم بالجانب المهني بالجانب المهني جماعة كلهم بيكملوا بعض الـ BPL بتساعدكم to become a scientist and ECE as Practitioner and the BPD as professional طيب What are the professional behaviors expected from medical students? إذن ما هي الـ Professional Behavior المطلوبة منكم as medical student So you know medicine is exciting and one of the most worthwhile of provision but it also requires exemplary conduct and behavior from the beginning of medical school إذن ما هي لازم في سلوك و بيهيور نتابعة شان شنو جماعة سرو سنواتنا بتاعت الدراسة as medical students to be graduated as you know as a good doctor So medical students have certain privileges and responsibilities different from those other students كنا جماعة غادركم بيجيتم medical students ضا بيطلّب مينكما جماعة special responsibility and because of this responsibility different standards of professional behavior are expected from them جماعة في standard you should follow as medical students and to be as future doctor So the professional behavior expected of medical students is to demonstrate that they are fit to practice as doctor إذن ما كل البيهيور المطلوبة شان نطبن إنكما جماعة دون in practice you are not going to put patients and public unnecessary at risk إذن همها يماعش إنو ما تضع المرضى وحتى المججمع في any risk and this uses heading of good medical practice إذن جماعة يماعش professional behavior أو standard دي بي تكون موجودة جماعة عند الهدن of good medical practice So what are this heading of good medical practice طبع جماعة دي وصلوا لها from national and international standard إذن we need جماعة a good medical care إذن one of this heading is good medical care and this is very important دارينا جماعة نضمن إنو students they maintain or they follow a good medical care Also جماعة maintaining good medical practice جماعة لازم ال students يكون طوال جماعة في training or في عملية متواصلة to show that you are doing good medical practice إذن لازم يكون في evidence shows that Also one of this heading concerning working relationship with colleges إذن جماعة نحنا عمالنا أو دراستنا بنعمل في شكل مجموعات في رس جماعة بتبدأ بال students you are working as students together حتى جماعة لما تبقى دكتور برضو جماعة هتشتغل مع الزملاء لو كانوا أيضا أطب أو في أزر جماعة ال paramedics لو كانوا نيرس ممرضين لو كانوا بتاع lab and what i just need a good working relationship and you have to show the evidence of relation with patients who are now medical students حتى عملا مع المرضى و بعد ما تبقوا دكتور إذا you have to show evidence that you follow the standard the national and international concerning the relation with patient also جماعة دي unit زي ما أنتو عرفين أن you are as a medical student and future doctor you need usually you are in a cycle of teaching training appraising and assessing you have to show you are doing training and you are assessing the teaching during this period and we have to show evidence concerning this teaching training appraising and assessing also one of the heading very important heading of good medical practices property property you are medical student you are future doctor you are future doctor you have to be that we have to be sure that we maintain a good health then you have to show evidence that you are keeping your health in a good condition is good medical care or good medical good medical practice or in working relationship with colleague or in relation with patients and under the teaching training appraising and assessing or under property or health and إذا نذكروا الهدين دي كويس حتى يماعة لقدامنا لما نقسم الملف بتاعنا بنقسم للا السبعة أكسام دي وتحد السبعة أكسام دي يا جماعة بنضع شنو الإفيدنس بتاعتنا الكل الدocuments that show يا جماعة شنو you are following good medical care maintaining good medical practice, working relationship with college, relation with patient teaching, training, appraising, and assessing property and health أكسام دي يا جماعة أكبرتها شنو تحفظوا تميز شنو السبعة heading of good medical practice أي so how is personal and professional developments delivered ميلا جماعة الpersonal and professional developments أو البي بي دي تراك هو جماعة academic advising academic advising وزي ما قلت لكم هو longitudinal track الجماعة بندرسها على مدار here's a project بندرسها على مدار السنة في كل سنة في project في project في السنة التانية ولما تمشوا السنة التالتة الجماعة فيها نظر بي بي دي تراك كورس في السنة الرابعة والخامسة والساتة إذا جماعة كان فيس five phases هتدرسوها في السنوات دي كله لحد ما جماعة البي بي دي year two and year three مربوطات ببعض فيس جماعة أنتوا بعد ما تخلصوا السنة التانية ما معناها أنتوا شنو يعني هتتخلصوا من البي بي دي file بتاعكم حينتغل معاكما جماعة للسنة التالتة للسنة التالتة حينتغل معاكما جماعة للسنة التالتة أو من يسميه شنو أكاديميك أدفايزر and the student will meet their tutor individually أي شخص يا جماعة في المنوعة حيقابل التيوتر لحاله يعني ما حتكون في جروب في كل حاله شان يكون فيه privacy والسنة سيماعة يلقى الحرية الكافية شان يتناقش مع البي بي دي التيوتر ويكلموا جماعة لو فيه مشكلة إشكاليات بتواجهوا in individual meeting طوان ما ال individual meeting ممكن يكون online أو ريما في الكوليج ممكن يكون offline face to face أو online لكن حتى even online ما برضو حيكون شنو one to one بين التيوتر وبين شنو ال student إن شاء الله ما حنتكلمكم وحنرسل لكم جدول بعدد الميتين ووكاتا وكل الأشياء دي لاحقا إن شاء الله طيب what will professional development do for students ليه يا جماعة ليه بحا تدرسوا البي بي دي أو البي بي دي أو البي بي دي أو البي بي دي طيب نمبر ون one of the aim of بي بي دي يا جماعة is a source of free assurance كونك يا جماعة يكون عندك personal tutor this provides you with a source of support and guidance وحتى جماعة الموضو ليحتاج لي refer for higher support بيحوي لك شنو البي بي دي تيوتري أيضر هو جماعة يتعامل مع الاشكالية والموضو لدي أو حتى يحوي لجماعة لي higher شنو لبي إزيما one of the aim of this بي دي track is a source of reassurance number two academic work إزا جماعة هذا البب دي track provides space for them to reflect on their personal strengths increasing confidence in their ability إزا جماعة ده السيودان بناخشو كل الحاجات الأكاديميك والstrength points والpoints النيتس هنا جماعة النيتس improvement والبي بي دي تيوتر حاول give you advice concerning this academic مش معنا جماعة هو هيشتغل معاك مثلاً لأنه ما specialist في كل الحاجات المواد اللي بتخطوها يعني ما هيشتغل معاك في المادة لكن هيديك شنو جماعة advice how to deal how to organize how to deal with for example time management and so on إزا جماعة هو شنو بيساعدك بين صايح لكن في الجانب شنو الأكاديمي Also جماعة for future aspirations البي بي دي help students to plan their learning journey إزا جماعة very important نديركم من هسا جماعة أي شخص فيكم يكون عند شورت تير بلان أو goal and long term plan عاوز يكون إيشا جماعة على مدار السنة بس وعاوز يكون إيشا جماعة عشانو في المستقبل تحدي دا جماعة عشانو البي بس البي بس التراك التخصص المش فيه في جماعة very important والبي بي دي tutor also he will discuss with you زي شنو جماعة في شر بلان جماعة عشانو شكراً. وشكراً لديهم مشاكولن شكراً لكثير 센راً لعرفة شكراً لكذلك أذكرنا في الأوسط أن يكون معاصم خربة كثير من المش dato to solve this problem. And lastly يا جماعة, this BBD track بيساعدكم يا جماعة إنكم to build up satisfactory BBD portfolio. يا جماعة, الملفة الجبال اتكلمنا عنه وفيه الheading العناوين القلناها السبعة بتاعة Good Medical Practice كل يا جماعة اسمه الملف ده اسمه Portfolio. اسمه إيش? Portfolio. في جماعة ما يسكن ال BBD طوالب يسكن معه شنو يمع البورتفوليو. البورتفوليو هو يمع الملف بتاع الإنجاز انت بيحتوي على كل الدكومنت بتاعتك that show شنو you are doing good medical practice. Good medical practice. And what is Portfolio? Portfolio is a purposeful collection of student work Iza yamaعة كل العمل البعمين على الستودان and document the quality and scope of student experience Iza yamaعة هazihe documents يجماعة show the quality and scope of your experience and track you in professional developments and career planning over times. إذا ما نحن دارين كل الأشياء اللي بتنجزوها كل الإكسابيريس اللي بتمرو بيها تكون جماعة documented way موجودة في البرتفولي لأننا جماعة نحن كبشر داما جماعة الناس الإنسان سموه إنسان لأنه بنسا مش نحن نسعين في كمنا جماعة نحفظ كل الدكومات بتاعتنا في ملف اللي اسمه البرتفوليو داما جماعة شنو very important فضا بيحفظ لنا إنجازاتنا كلها لشان ما نفقد شنو هذه الإنجازات جماعة برضو لو أنا لقيت له ترجمة باللغة العربية إنه جماعة ملف الإنجاز أو البرتفوليو هو مجموعة من الأدلة والتوسيقات التي تمثل المعارف والمحارات والإنجازات داما لو كان بصورة فردية أو عملت في مجموعة مع زملانك وممكن أي ما يتضمن وسائق على مجموعة وتنوعة من الأدلة والتكليفات والجدارات والتغدم في المهارات في شكل شهادات وشارات وملفات مشاريع وخبرات وإنجازات زاد صلة إذا ما هذا الملف الإنجاز يستخدم بالطلاب بعض الطرق لمساعدة المؤسسات والطلاب على تغييم وتتبع تغدم المتعلم إذا ما عليك الدام أنتو لما تقدموا لأي وظيفة أو أي جوب لازم البرتفوليو بتاعكم يكون موجود معاكم فده يمع بساعد المؤسسة أن تعرف البروغرس بتاعك وتغييمك لأنك يمع أنت في هذا الملف محتفظ بكل الشهادات بكل الدوكيمينس البتبرهن أنك أنت يمع عشانو you are doing a good medical practice طيب مما يذكر يمع البي بي دي أو البرتفوليو لازم يذكر معا جماعة يسمى reflection والreflection ده جماعة لما نكتبه اسمه reflective writing so what is reflective writing هو جماعة is creative writing where you describe something that happened or you make up the story إذا جماعة نحن دايما لما يحدث لنا أي حدث طبعا في الباص في الماضي حصل لنا أي حدث فإذا جماعة نكتب عنه فهذه الكتابة جماعة يسمى reflective writing أو reflections طبعا جماعة عندي standard معين وحنأخذ فيها workshop how to write فهذه جماعة reflective writing أو reflection is very important طيب طيب it gives the writer insight and can lead to further learning المهمة شناعة يماعة أنه لما نكتب reflective writing دي بساعدنا في التعلم It is like rewinding your life to the past event and then thinking about how it affected your life, what you could have done differently to change the outcome or what came out of the event. It is like a event. For example, if you entered the event, and you entered the event, and you entered the event, and you entered the event. It affected my life. And if you entered the event, I will be able to do it. So this is reflective writing. Reflective writing, we will write about past event, and we will write about the event in the past, and if it happened in the past, what happened in the future? إذا ما حصل بيصورة كويسة. إذا ما حصل بيصورة كويسة. كيف استفيدت من الموضوع؟ كيف حاستفيد أكثر؟ ده كل جماعة بحصل through this reflective writing. إذا ما هو a matter of learning, a matter of learning. This reflection is a mental process. It is a contemplation or a long considerations. إذا ما هو في التأمولات. And these thoughts or opinions that come to you while you are reflecting are called reflections. يما رفلكتف دي very important طيب I like a reflection in a mirror ما هو انعكاز بسا يما it is as an interpretation of what is going on between learning and thinking يما حصل learning أنت يوسينك about this learning وحتستعيد يما الشريط وحتحلل وحتشوف كيف تتعمل معه تاني لو ادعاد تلك شنا يما نفس الexperience أو التجربة دي إذا يما هو ما reflection بس هو reflection ومعه interpretations بيكون معه شنا يما interpretations إذا يما حصل لك يما whatever experience then you reflect on that you plan and act حصل لك تاني فهي cycle طوالة حصل لنا events بنحليلا دسرو reflections and زين يما حان عملين plan for next time وانا ينفس هذا البلان وهكذا يما إذن دايما نحصل في الساكل بتاعد these reflections or شنا يما reflective writing إذن reflective writing may be based on description and analysis of a learning experience within the course ممكن يما تكون community أو clinical placement يعني ممكن تحدث في أي مكان ممكن تحدث في الcommunity ممكن تحدث في المركز الصحي ممكن تحدث جماعة في lab ممكن تحدث في lecture room whatevers إن يما هي حصل لنا events فنجونا يما ويسcribe ونعمل لها analysis ونشوف كيف نستفيد أو how to deal with this experience next time next time so description and analysis of a basic experience يسي ما يما عشنو reflection and with the comments يسي ما عشنو reflective writing طيب why reflective writing is included in student teaching ويما دايما reflection is indicative of deep learning دايما نحن تكلم بس عشنو learning الواجهة مع learning الما بيدم طويل عند الحياة يسي ما deep learning زي ما أكلموكم وحي يكلموكم في medical education زي ما learning بنقسم ل two types deep learning دايما بتواصل معك continue for the rest of life أما يما learning البينتهي سريعا دي اسم surface learning فكل يما كان في reflections دايما 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 حصل أي events we think about this event عنا التجربة دية والإكترابي وإكترابي زينا جما we make a plan نعم إلينا plan ونفز and this will lead to improvement again we will move in this cycle this big is one of the scholar في medical educations إذا عندنا حاجة مهمة جدا في البد track أو في الملف تا البرتفوليو يما سيما شنو reflective writing reflective writing و سيمبل جما reflective writing indicate إن حصل لنا events أو experience باعتبار في البص حصلت حلا سيئنتهت فضوالة جما نجي describe نكتب عنا و describe نعمل لها analysis و نعمل لجما plan to deal with this experience لو يتكرر الثاني لو يتكرر الثاني فدائما زي ما قلنا ده ممكن يكون في any events في الحياة بتاعتنا بصورة عامة إذا لحد الفير سبار أس عرفنا جما البي بي دي تراك هو مسار التنمية الشخصية والمهنية هذا جما البي بي دي تراك اللايك جما البي بي ال يعني ما حندرس جما على scientific informations بصورة بتدرسوها في البي بي ال لكن جما هو تراك لون قوتي دي تراك تراك على طول العام و very important component جما في البي بي دي عندنا ما what is called portfolio يسم شونا جما بورتوفولي البرتوفوليو ده هو ملف الإنجاز طيب واحد من الكورنر الأساسية في البرتوفوليو جما اللي هو مربوط من يسكن البي بي دي والبرتوفوليو لازم تكلم عن الرفلك تراك دي ما حناخد عنه workshop حناخد عنه workshop في زي ما reflective writing very important because هي indications of deep learning في نحية ما أي حدث حصل لنا أي events أي experience مرت بينا لازم نرجع لها نرجع لها back we describe بنوصف ونعمل لها analysis ونشوف جما نعمل plan لو تكرت تاني لو تكرت بالنسبة شنو بالنسبة لنا أوكي إذن ما ننسى جما إن البرتوفوليو بتاع دي مربوط ب seven heading heading الheading دي يا جما اللي هي قلنا دي بتاعة ال good medical practice أنا حاب يا جما أسمع منكم هل في ناس متذكرين السبعة عنوين الرئيسية بتاعة الgood medical practice هل هتكون موجودة في البرتوفوليو بتاعنا ممكن تفضلوا أسمع منكم good medical care good medical care very good yes and health 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 أيwa health بفروض to have to maintain good health yes good with patients good patients good with patients good property Yes, relation with patient. Very important. Fضل واحدة. إثنين. إثنين. Yes. Good medical practice. Yes, maintaining good medical practice. وآخر واحدة جماعة. اللي هي اللي بتزعيشكم إنتو. المزعجة بالنسبة لكم شونا جماعة في الكورسات. Teaching and training. Yes, assessing والteaching والappraising. مش. الأساسي مش الامتحانات. الاختبارات. بالنسبة لكم بتكون مزعجة. لكن برضو we have to show evidence. أيماع إنك إنت أكملت الكورسات المعنية. ودل شونا يا مع الرزالت بتاعه. الأساسي من. أوكي إذا يا مع بصورة يا مع symbol. إنت دعون خطوا العناوين دي في بالكم. وتشوفوا جماعة أي document. نخطى under one of these seven. شونا يا مع واحدة من السبع عناوين الموجودة. طيب. نخطى ممتحة. ما تكون ممتحة في بصورة الموضوع؟ لا أصبح تعمل بصورة الموضوع. كما تكون الكورسات المتحة. يستعمل بصورة الموضوع. في المستجرات المتحة. لا يجب. You have to provide your portfolio. And also for requirements for license to work and extension of license. حتى جماعة شنو التجييد أو التمديد للlicense for doctor in many countries. Including شنو جماعة سعود إيرابيا. جماعة بيقوا مطلوب منكم شنو جماعة بورتوفيلي وما تتخرجوا. You have to show your portfolio. مفروض يحتوي على شنو جماعة الدكومات المهمة. لأن جماعة شنو شنو تنافس في سوق العمل لأجمع يمكن أن أعطيض ملف to show you know evidence that you are doing good medical practice. So you know there is competition in job market so it is not sufficient for the university to say our students are up to date or our students are good so it is essential to provide evidence of quality of your academic achievement and capability to give the students the chance to compete in job market. إذا جماعة البرتفولي ده هو البحتوي على الإفيدنس that shows the quality, the quality بتاعة الachievements والكبابلتي ديوني شنو جماعة your study. إشان تقدر تنافسه هنا جماعة في job market في job market. طيب, what should be included in your portfolio في السنة الثانية أو على اللقاء لجماعة شنو وزين سنوات الدراسة. إذا جماعة very important, بنعمل لجماعة table of contents هنقسم فيها. وحنعمل CV. إذا ما هيكون عندنا تغريبة محاضرة عن CV. وبعد أقدرين كل واحد منكم يحضر شنو his or her CV. طيب. بعد جماعة نتذكر السبعة السبعة عنوين الجود ميديكال كير. الجود ميديكال كير جماعة بالنسبة لكم الجدوة والضواضح. هنا جماعة اسمه log or record a log of patients or clinical condition you have seen. إذا جماعة في table. بس صورة دي جماعة will provide you with this template بتاع table. فيها جماعة الحالات انت شفت فمسلا جماعة في التاريخ في gender في العمر general age presenting problems المريض دي جابيات ومشكلة والتشخيص كان ايش والإجزاميناشن انت كشفت عليه وكيف وعطيته آه سوري طبعا انت ممكن تكشف عليه ولكن دايما انتوا لسه ما في مرحلة بتدوا treatments الدكتور gives the patient treatment طيب ال learning point اتعلمت شنو جماعة انت كل ما تشوف مريض اتعلمت ايش بتكون اتعلمت بوينس معين حتى تكتيبه والأكشن بلانة جماعة موكت في بوينس في نقاط انت دار التحسين تاعة تعمله والفولو اب حتى جماعة المتابعة بتاعة البريض فكونك جماعة تكون محتفس بالlook of patient you have seen بالصورة دي جماعة في الملف بتاعك دي evidence يا جماعة you are doing good medical care وبرضا جماعة l-attendance certificate موظم جماعة الاشياء ال-relevance ال-area بتاعتك الحضرتها يا جماعة كمؤتمرات or whatever or any events حضرتك وعطوك شي هادات يا جماعة دي كل الشو شنو يا جماعة good medical care معنى انت شنو you are following the good medical care اوكي اذا جماعة في الملف بتاعنا في العنوان اللي اول اسمه good medical care بممكن جماعة نضع شنو log of patient we have seen والاتندس شنو certificate طيب مذكرين يا جماعة العنوان الثاني هو maintaining good medical practice فمما جماعة قلنا براكتس دي مربوطة بال skills وال skills يا جماعة معظم كنتم بتاخدوها في l-ece او محتمال في المعمل في المعمل بتاع الفيزيولوجي في المعمل بتاع الانوتومي and so on في اذا جماعة هنا بدل the table that patient you have seen هنا عندنا جماعة log of skills you are doing فمسلا جماعة هنسألكم مثلا تكتبوا لنا عدد minimum number of skills فبرضو يا جماعة هتكتبوا date location شفت عملت skills دي وين يا جماعة وال skills سيما شنو what went well المشا في التجربة هو skills دي بيصورة كويسة شنو and not well وaction plan دائما يا جماعة الaction plan الحاجة الماء ال data بيصورة كويسة كيف تحسينها ومنتوقع يا ماعة في النهاية يكون في التوقيع بتاع ال pbd tutor أو شنو الدكتور إذا جماعة maintaining good medical practice هيكون سروا شنو يا ماعة جيس log of skills log of skills في أنت جماعة دائما شنو you have to document يعني لازم بعدين جماعة تشوف في الportofolio بتاعك في الملف بتاعك أنت عملت ال skills الفلانية أنت قسط ضغط الدم أنت جماعة قسط تركت الحرارة أنت عملت وطيف أنت في المشرحة شرحت مثلا جماعة الغلب أو شرحت الكولة and so on في جماعة this is about شنو maintaining good medical practice طيب in working relationship with college هي يمع يرائد a reflective piece فدائما جماعة سيكون شكله في شنو في reflection فمن الآن جماعة عاوزكم أول BBL مش البرك of ice اللي أخدتم مبارح طبعا أنت عماعة حتاخدوا من الأسبوع الجاه حتاخدوا proper BBL فأول session يمع بتاع BBL عاوزكم يمع بعد ما يخلص session تكون كتبتوا points عشان هنكتب عنا شنو يمع reflective piece على experience دي كيف كانت يمع شعور كيف شعور زملانك كان كيف الدكتور كان شكل كيف انت يمع كنت خيول ما خيول بتشارك أكتر ما بتشارك أكتر and so on فإذا يمع الworking relationship with college حيكون جماعة في شكل شنو reflective piece فحنزلك واحد من جماعة لك experience في BBL تورينا جماعة شعورك عن أول BBL حضرت طيب برضو جماعة عندكم في BEP زي ما أكلمكم دكتور سليمان حيكون جماعة عندكم project حتعملوا poster حتعملوا جماعة research فحتشتغلوا مع بعض بزي ما حيكون في relationship with college وزيس جماعة شروع what is called BEP learning journal فما علينا جماعة إلا شنو نعمل copy من زيس BEP learning journal ونخط شنو في الملف وين under working relationship with college طيب أي جماعة the relation with patient هي جماعة هنا قصدنا شنو جماعة برضو يعني عن feeling بتاعك وال الانتباع على المريض وتعاملك معه طبعا مع كل في مريض جماعة difficult تتعامل معه في مريض بيكون جماعة ما بيعطيك المعلومات بسهولة في مريض and so on فإزا جماعة we need لو حصل كنا محظوظين جماعة وديناكم زيارات لمستيفيات ومراكز صحية فدلينكم يماعة تكتبوا لنا عن التجربة دي فدي بتنزيل لجماعة تحت شنو العنوان بتاع relation with patients فإزا جماعة تكلمنا عن التجربة مع شنو مع المرضى يعني أول مريض شاهدته أول مرضى بتشوفه جماعة تكتب عن الكلام ده حتكتب على التجربة مش كيف كيف جماعة خدت المعلومات بينه هل كان ساهل تاخذ المعلومات هالمريض كان كوبراتيف كان مساعد طيب التجربة دي لما تكرر تانا جماعة تعمل إيش شان تتعامل مع طيب معنى teaching and training appraising and assessing واحدة جماعة من العناوين حنكتب حيسي my reflective notes on teaching style فكل فترة جماعة هيدا لينكم تكتبوا عن teaching style اللي بدرسوكم لها جماعة هنا في الكل مدسين لو كانت في محاضرات أو BBL أو specific لجماعة physiology lecture or physiology lab or whatever في النهاية جماعة يكون في شنو action plan انتباعك عن BBL إيش الممتع فيها إيش الممكن يتحسن فيها محاضرات الفيزيولوجي or lab الفيزيولوجي or المشرحة or whatever and so برضو جماعة ال exam result بعد ما كله تاخد جماعة اختبار لو كان كويس أو final جماعة لازم بعد ما تعملينا table بالصورة دي تعملينا assessment of performance وتعملينا action plan انت جماعة الدات في الاكزام ده ما بصورة كويسة اللي هسي بنحلل الكلام ده جماعة ايش الخطأ او ايش الحاجة الايديل اللي ما عملت انا هل مفروض كنت اذاكر من ال reference هل كنت بضيع زمني اكتر شوية هل مثلا جماعة تكسيمي للساعات ما كان بصورة كويسة كيف تعاملي and so اذا جماعة فمحتاجين جماعة التحليل لأداك في الاختبار يماعة بساعد شديد لأن الاختبار متواصلة من الخطأ الحصل في الاختبار لو نتعلم ونتحاول شوية نتحاشى وفي الاختبار التاني اوكي يماعة اذا الexam result والreflective notes في teaching style دي كل يماعة بتنزل تحت teaching training appraising and assessing برضو يماعة هنعطيكم محاضرة عن البروبيتي فحنطالبكم يماعة بreflective عن فهمكم عن شنو البروبيتي وايضا يماعة هنعطيكم محاضرة عن الhealth والimportant to maintain health وحنطالبكم يماعة تكتب رفلك piece عن الimportance to maintain my own health اوكي يماعة اي هوب انو يماعة السبع عنوين الكبيرة تكون واضحة والاشياء جماعة documents هنخط على حسب شنو يماعة التكسيمات دي على حسب التكسيمات اذا يماعة دايماً نتوقع في كل الرفlective writing يماعة بنكتب تنقلو دا يماعة how Islamic value influence you as a medical student بكوز يماعة احنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحمد الله انو يماعة احنا مسلمين فدايما يماعة برضو نضيف يعني مثلاً في الارة دي ممكن يماعة الغرآن والحديث في كل يماعة المعاني الفاضلة الجميلة فإذا لما نكتب كل الرفlective بيس ممكن يماعة شنو نستشهد بحديث أو بآية يماعة شنو بتدعونا في الارية دي بتدعونا شنو طيب يماعة بتكتبها ممكن تكتبها باللغة العربية أثناء your writing برضو يماعة بنطلب منكم في البرتفوليو ويماعة زي زي إكسرصايز حنطلب منكم يا جماعة إنكم في الأول حتكتب لهم تقريبا خمسة خصال أنتو بتشوفوها يا جماعة إنه ريالي مفروض تكون في الـ وعكسة أو حاجة في اللينة التانية يعني مثلا يا جماعة نكتب إنه الريالي good student مفروض يكون شنو يا جماعة active ومثلا عكسة ممكن يكون شنو يا جماعة not active أو شنو مثلا يا جماعة lazy وللحظنا هنا في النقاط في النص فإنحنا عاوزين يا جماعة أنت تورين أنت وين actual الآن طبعا يا جماعة عملت cycle في آخر نقطة القريبة من active معناها معناها جماعة شنو أنت عارب بري active وطبعا توقع جماعة كل الناس ما هيكون في الحاجة maximum optimum فكل ما جمسلا قربت من دي معناها أنت في الجانب البوزطيف أو الصفة المفروض تكون في really good students وهنا في العكس فدي نوع من reflection عن نفسك فإنت تكتيب خمسة خصال تشوف أنه تكون موجودة في really good students وعكس وإنت حاليا وين فالexercise جماعة هيتكرر ثلاثة مرات في stage one stage two stage three في سنة ثانية هناخد منه ثلاثة وفي واحد هناخده في السنة الرابعة فأثناء جماعة هنت أثناء العام هتتحسن هتتغير مش النقطة هتتغير يعني بدل cycle كان في النص نتوقع أنه تمش لليسار وتبعد من الشنو جماعة من اليمين اللي هي جماعة الحياة not very good to be a student وطبعا جماعة في مقابلات كم مع دكاترا سيكون في جماعة advisory report academic دائما التوتر لما يقاب لك بكتب few notes عن شنو الميتين فأنت تحتفظ بين نسخة من وبتضاع في الملف بتاعك بتاع الportofolio طيب very important يماعة إن الportofolio بتاع ما ورغي بس الportofolio بتاع هو online وبنستعمل program اسمه OneNote اسم شنو يماعة OneNote فممكن يماعة تلقوه واحدة من وفي الاثر Operating شنو يماعة Operating Programs فهذا يماعة الOneNote هو عبارة عن الportofolio بس online يوجد تكسيمه بالصورة دي فمسلا يماعة نكتب BBD 1ID number لحسب الID بتاعك فهتلقى يماعة في section للCV في section للGood Medical Care وحتى الsection يماعة بيحصل له شنو يماعة Subdivision في داخله بنضع الملفات بتاعة الGood Medical Care تقسيمه مثل Maintaining Good Medical Practice وحنقسيم أقسام تحيط Working Relationship with Colleagues Relations with Patient Teaching Training Appraising Property and Health وفي النهاية ما حيكون في أري زي ما قلنا لكم للExercise اللي اسمه Professional Behavior Expected from Medical Students وال BBD Advisory Report فإزا ما البرتفول بتاعكم حيكون في بروغرام اسمه OneNote وأول حاجة ما حنبدأ لكم بها حنعمل لكم Workshop أو Training عن شنو الOneNote وكيف ننشي ملف بتاع شنو بورتفول سوية مع How to Deliver كيف حندرسكم مع المواد بتاعة الBPD course في بعض مننا بيكون في صورة lecture في بعض مننا بيكون group meeting و individual meeting طبعا individual meeting هو وذل بتاع الOneToOne meeting والgroup meeting بيكون فيها الworkshop بيكون فيها الworkshop طيب إذا يمكن الoverall idea بوضل بورتفول أتوقع أنه أتمنى أنه تكون شنو وصلت في المحاضرة بتاع الInduction week وبعد ذا يمكن كل session الكبيرة لأنه كنت وعددكم كبير ستكون يمكن سرو Microsoft team سنشي لكم Microsoft team بختص بالسنة الثانية فحنا أعطيكم link and you are going to join this group المحاضرات أيما حيكون عبعوة teaching والlearning style ده حتكون lecture والCV writing أما الworkshop أيما حيكون في training مثلا for example عن OneNote program والother workshop حنا نكلم كم عن الreflective writing الgroup session أيما على الworkshop في so many workshops ده مخترح في الأسبوع الثالث والثامن وفي الأسبوع السادس من السميسر الثاني والعشر لكن exactly the data سنرسل لكم في timetable وحن وريكم عن ها الindividual meeting سيكون في review feedback process وهي مهمة سيكون المهمة السيد to review and discuss the portfolio with his ست هار أنت الportfolio بتاعك أنت تكون حريصا لكي تناقش التويتر عن كل الpoints المحتاج لكي هنوريكم مطلقة التواصل لكن مع الone note بتاع حيكون مربوط مع ال editor شان يدخل يا جماعة بعدما انت تخد شوى documents حيراجعوا ولو عنده أي تعليقات حيرسل لك فدائما فدائما يماعة الفكرة بتاعة review والportfolio إنه شان يضمن إنك يماعة شنو on target of the meeting goals فدائما يماعة شنو انتو بتخطوا target بتخطوا goals وبتناخشوا عسنا المقابلات طيب أي يماعة ايشو ظهرت لكم you can discuss ديون الأكاديميك وال practice space work فدائما جماعة الBPD tutor هو موجود to help you فما تتردد يماعة دائما شنو تتواصل مع الBPD tutor حان نعطيكم جماعة checklist فيها semester و semester two كل weekly plan activity و حتى على الworkshop وال individual meeting و كل الموضوع دا يماعة يكون موجود في حاسم student guide فهتمنى يماعة لل student يقروا الguide ده لأنه فيو تفاصيل كل الأشياء دي الworkshop ال individual meetings المطوب شنو التعريف ال definition all things يماعة بتختص بال BPD زيك كتاب يماعة شنو الكورس برضو يماعة هنديكم template لل portfolio هنوريكم template لل portfolio وشن تعملوا زي لكن يماعة you are free انكم يماعة تعملوا your or creation يعني انتم ممكن تعملوا يماعة design لل portfolio فلكن على اللقاء يكون محتوي على العناوين القناها الكبيرة لكن يماعة design الجو اللمسة الجمالية دي متروك لكم تعملوا بالطريقة التي تروا ها بتناسب كم طبعا يماعة في النهاية سيكون في submission سيكون في final submission وحنغيم لكم portfolio وحنكلم عن steps بتاعة submission ومؤكد برضو يماعة هنوريكم الassessment كيف بناخد شنو جماعة نعمل لكم الassessment للتراك بتاع ال BBD أوكي ما تنسوا يا جماعة انه نحن عندنا واحدة من الheading اسمه الproperty النزاهة وعكس طوال يا جماعة اسمه الbleجرز أو الانتحال أو السرقة فدائما يا جماعة الحاجات كلها الموجودة لو حصل copy and paste أكتر من 50% يا جماعة دي بيقابلة شنو بيقابلة penalty وعادة يا جماعة بنخسم الدرجة الكاملة يعني الستودان حيث قد الدرجة الكاملة غير شنو يا جماعة بعدك التحويل للadministration of the college بتعامل تاني بصورة تانية حسب العقاب الإداري لكن يا جماعة على الأقل الأكاديمي الطالب حيث قد يتطلبين طبعا حصل لهم الحمدلله ما بنتوقع إنو الناس بتعمل الجلز ما بتنتحل أو بتسرغ الجهدي بتاع الأزرس بزاي جماعة ورينكم معلومة لأنه جماعة لو حصل أي كوبي عن بس دبي بوش جماعة consequence if you have any problem do not hesitate to contact your BPD advisor if you feel that you need further support برضي ما تنسى ممكن you can ask for a referrer أو تسأل مع الBPD coordinator في نهاية ما نسى إنو الأدب قبل العلم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله كانت أمي تعميمني تلبسني العمامة وتقول لي إسهب العربية فتعلم من أدبه قبل علمه أيماعة طبعا دايما الطبيب المؤدب ويماعة بلقى استحسان من كل المرضى والمجتمع كله وطبعا مؤكد أيماعة حلق قبول من رب العالمين أوكي شكرا جزيلا لصبركم فأتمنى أيماعة إنو الصورة تكون بيقد شنو واضحا عن البيبيدي بدراك أو الكورس بتاع البيبيدي تقريبا الساعة جات 12 مفروض تكونوا شغالين تاني حاجة لكن لو عندكم أي أسئلة أو بوينس ممكن نعطيكم كم دقيقة قبل ما نفارق نتفارق نتفارق على أمل نلتغي إن شاء الله في الأكتيبيدي الجاي إن شاء الله دكتور هتكون هتكون هي مجموعات شنو البيبيدي يعني نفس الطلاب بتاعنا البيبي في المجموعة الواضح يكون مسؤول منهم وينبيبي بودي تيوتر بس هنأخيكم بلس نعم ما سامعك سوري ماذا ممكن نبدأ نسوي ملف الانجاز حقنا في الأول لازم نعطيكم ويركشوب عن الوان نود كيف تدعموا مع الوان نود بعدها طوال تبدو تنشوي شنو ملف الانجاز طبعا لازم نعرف البروغرام بتاع الوان نود ده ونعرف الستيبس بتاعت طوالا نتمنى شنو مع مثلا نعيزوا عندو شهادات احتفظ باقي يكون جاهزة عشان ندخله في ملف الانجاز الناس تبدأ شنو لو عندك سيفي قديمة تبدأ الجهيزة عشان نبدأ في ملف الانجاز طيب بكتور فضل الآن المجموعة تبع البيبي دي راح تكون ثابتة ولا راح تغير مع لايف سايكل بعدين باقي اه اول في العادة البيبي دي دايما نحن بيكون الدكتور ثابت على مدار العام ما ظن يحصل تغير فالبيبي دي تيوتر بيكون على مدار السنة كل السنة بيكون يعني نفس مجموعتك في البيبي 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 بتتغير لكن البيبي دي بتكون شنو ثابتة لاعتبار فده الغالب اللي حيحدث يعني اول مجموعة هتكون بتاعت البيبي دي حتكون هي البيبي دي لمدار السنة على شنو لكل السنة مع البيبي دي تيوتر ايه تمام شكرا تمام دكتور فضل الله يسلمك يزيد فضل ده حين تسجيل المذكرات في ملف البرتفوليو هيكون بعد كل جلسة ايو احنا مثلا بعد ما كله نعطيكم محاضرة او نعطيكم ورشة ويركشوب هنطلب منكم مطلبات فانتو بتحضروها وبعدها بتحملوها وايش في الملف بتاعكم بتاع البرتفوليو ملف الانجاز لا انا قصدي على البي بي ال وهذه حتى هذي كمان لازم ندونها بعد كل جلسة ندون فيها حاجات لا انا قصدي انا قصدي ما كله يعني مثلا انتو اول بي بي ال اخدتو اتذكروا الحاجات المشت فيه لانه طبعا ما قلت له مادم وانت حبط بوينز هتنسى مثلا يعني مثلا هنسألكم عن انطباعكم عن اول بي بي ال والجو العام اللي كان فيه وكده فانت مثلا لما تخلص البي بي ال بس فيه ورقة جانبية اكتب بوينز حاجات عامة كده لما تهي تكتبها ثاني شنو فما معنا هنطالبكم بكل بي بي ال بعدية هتكتبوه مثلا انتو هتكتبوا مرة واحدة ثاني احتمال على قريب لنهاية السنة هتتورينا البروغريس بعد ما انت الان اشتغلت مثلا عشرين او ثلاثين ساشن بتاع بي بي ال بي قا كيف يتجوه العام في البي بي ال جروب اذا حنسألكم في الاول وتاني حنطلب منكم الاختبات شنو على اخر العام طيب جماعة البي بي دي تراك هو جماعة تراك بساعدكم وهو تراك جميل وحتحسوا بهميتو خاصة لما تبشوا على الجوب وتبقوا في شنو في سوق في سوق المهن فاتمنى جماعة وهو ما الكورس لكل التراك جماعة حاجة خفيفة ما تجيل فانتو لو نظمتوا جماعة ان شاء الله ما هيكون يعني هو ما عبي كبير بس كيف تعاملوا جماعة تقسم وقتكم كويس وان شاء الله جماعة كل الطلاب بيحصلوا على درجات عالية وبتحصل لهم استفادة كبيرة من البي بي دي تراك وبيستفيدوا من الريفليكتيف رايتينغ حتى في حياتهم التانية شكرا جزيلا ويعني ما تترددوا لو في أي شيء تتواصلوا معي وان شاء الله في دكتورة زينب برضو في التنسيق بتاع البي بي دي هتكون ميلي في صاعدة لطالبات لكن لو في أي أسئلة بتتواصلوا معنا وان شاء الله يكون مسار خفيف وتستفيدوا منه الفائدة الغصوى ان شاء الله طيب شكرا جزيلا لكم يا دكتور تفضلي أبدأ أسألك سؤال إذا ممكن تفضلي تفضلي من أي ناحية راح يطيدنا البي بي دي في السيدي كيف اللي قلت إيش من أي ناحية راح يطيدنا البي بي دي في السيدي لا انت بعدين إن شاء الله يعني أسأل بورتوفوليو ده هو you have to bring your بورتوفوليو في كل نشاط تحت عمليو يعني انتوا بعد ما تتخرجوا داري تشتغلوا في الامتياز لازم بيكون عندكم شنو جمعت وشنو إيش بورتوفوليو في عملكم حيكون من إيش برضو مطلوب شنو بورتوفوليو فالتجمع بتاع البورتوفوليو ده كل الملفات دي يا جماعة كلها لي قدام طبعا جماعة لو لاحصوا صعب البرتوفوليو بصورتو دي كله فيو evidence فيو أدلة كله على شنو على داكم على إنكم you are doing a good medical practice فأنا قصد دي الcollection بتاع البورتوفوليو ده كله الليو بيحصل سروه البي بي دي track ده هو جماعة شو إنكم شنو عندكم the evidence you are شنو يا جماعة fit for a job إنتو مناسبين للوظيفة أو مناسبين يا جماعة للترينينج التدريب اللي حات أخدوه لك إدام or whatever أوكي إذن شنو يا جماعة يعني البورتوفوليو ده يا جماعة بيجا مطلوب بيجا مطلوب إنتو بعد ما تتخرجوا مجرد ما انتهيتوا مننا حتبدوا الامتياز كملتوا الامتياز بعد حدنا شنو في التخصص بتاعكم فكل الأشياء دي ما بتتطلب شنو إنكم يكون معكم شنو بورتوفوليو بالطريقة المنظمة دي وبيحتبع على كل العديد اللويش والبرحيل طيب دكتور طيب كيف نفتلي في البي بي دي من السلساني لا مع الساعة مثلا قصدك من سنة لي سنة مع الساعة مثلا أنا أعطيكم لا من شخص الشخص لما نيجي نتوظف كيف يعني رحي يفرق حاجة يعني حاجة طبعا مثلا أنا مثلا فور إكزامبول أنت لما نتخلصوا سنة سادسة حتجيبوا مختلفة مثلا لما نتخلصوا يعني حتى درجاتكم في الاختبارات مختلفة تمام حتى جماعة أداكم مثلا أنت عندك انترس معين مثلا أنت عندك حالات أكتر أنت مثلا انترس في الأطفال حالاتك أكتر في الأطفال فمؤكد أنت حتكون بلانك مثلا لو لم تقدمت الوظيفة بتاعة الأطفال وانت وريتي وشو انت عملت كثير في الأطفال فهتكون فرصة أفضل من شخص آخر مثلا هو انترس في الجراحة or whatever أنا قلزي المحتوى بتاعة البرتفول اللي بيفرق من شخص إلى شخص لو في شكل جماعة بتاعة الدرجات بتاعتكم في الاختبارات لو كان جماعة في حتى الحالات اللي بتشوفها ما كلكم حتشوفوا في نفس الحالة لما انتمشوا المستيفيات ورتيبر يعني الموضوع بيختلف شنو من بعض دكتور موضع حضي أيوة تفضل هل أنت تعطونا النموذج نعبي فيه المتطلبات هل أنت تطلبونا ولا حنن نسوي في نماز ما وردتكم مش شماعة في تايبل دي حتكون العنامية بتاعتها واحدة لكن ما جو تايبل للشخص أما جماعة الreflective piece هنوريكم جماعة الstep اللي بتكتبوا به الreflective piece بعد ذا لكن جماعة أي شخص بيكتبوا صورة على حسب الأفكار الفراث المختلفة من الشخص التاني يعني هنعطيكم جماعة على الأقل هنعطيكم شنو جماعة model أو template لأي وحدة لكن ده ما بيمنع جماعة أنكم أنتم بذاتكم ممكن تبدعوا ممكن تعملوا حاجة شنو مختلفة بس تكون وزين الفرام طيب دكتور بسألك بحين أنت قلت الportfolio ينضم عليه يعني حتى cv حق السابق اللي هو أنا مثلا عندي شهادات تطوعية أقدر أضم على نفس الportfolio اللي موجود للجامعة وليكون خاص خارجي لا طبعا تضم بعدها شنو مثلا السنة دي cv جديدة عملت event جديدة ممكن تضيف شنو للcv فإذا ما توقع أن cv بتاعتكم تكون updated كل عام مع cv ما تكون the same شنو cv بتاعت السنة الفاتت أنا قلت ذكرة بداية أنت وسأ مع cv بتاعتكم هتكون اللي هي بتاعت من العام السابق لكن أثناء العام ممكن مع cv حصل شنو update على حسب النشاطات والactivity اللي عملت شنو جديدة أوكي طيب لما في هاسلة ثاني شكرا جزيلا وإن شاء الله حميدكم بكل الupdate concerning الكورس بتاع الPPD اشتركوا في القناة